بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامة وابوث رحمة العالمين نفسي القول الله سبحانه وتعالى قل ادوى الله او ادوى الرحمن ايام ما تدعو فله الاسماء الحسنة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها وابتغي بين ذلك سبيلا قبل ان انسى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد وتساعدوني وتعودون عن نرش السنة النبوية الكفار كانوا يسمع رسوله الاسلام ويقول في سجوده وفي دعائه او هو يقرأ القرآن ويصالب الناس ويقول بسم الله الرحمن الرحيم فيصبون القرآن ويقولون يعني يزعى محمد ان هو يعبد الها واحدا او يدعونا لعبادة اله واحد هو يدعو الهين طبعا هذا نوع من التلكيك هو رب العالمين وما يعلمون في قرارة انفسهم ان هذه صفات رب العالمين لكنهم ايه يعني بيتلككوا يعني نوع من التلكك تلكيك فلازل قول الله سبحانه وتعالى قلوا دعو الله او دعو الرحمن ايما تدعو فلهوا الاسماء الحسنة انا رأس ان الله سبحانه وتعالى له اسماء الحسنة كثيرة والرحمن والرحيم اسمان من اسماء الله الحسنة فلذلك برد بعد كده قاله لا ترجع بصراتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا قال يعني لا ترجع بقراءة القرآن عندما يكون الكفار مستقزون عندما يكون الكفار عندما يكون الكفار مستقزين فياسمع القرآن فيصب القرآن فلذلك من هنا جاءت سنة اسرار بالقرآن في الصباح في صلاة الظهر والعصر والجهر بالقرآن في صلاة المغرب والعشاء لأن الكفار بيكونوا ناموا خمدوا على صلاة المغرب يعني ده عادة العرب يعني بعد صلاة المغرب المعظم بكل بينام حتى على صحاب رادي العرب كانوا بتتسقروا قصهم بعد صلاة المغرب وبيعندهم رغبة شيء جدا في النوم لكن عشان صلاة وعشان كده صلاة العشاء بتبقى قريب جدا من صلاة المغرب فلكن الكفار بيناموا فبقا بيسمعوش حاجة فمن هنا جاءت عشان كده على صحاب رد عنهم أن يسروا بقراءة القرآن في الصباح في صلاة الظهر والعصر ويجهروا بها في صلاة المغرب العشاء يعني ده عادة علماء قال هذا وأن هنا جاءت سنة فهم كانوا لما بيسمع القرآن يقول يقرأ فكانوا يسبون القرآن ويقولون أن محمدا يعني أن محمدا يدعو أكثر من إله ويدعونا إلى عبادة إله واحد فنزل قول الله قول الله أود الرحمن أيام ما تدعو فله الأسماء والحسن ولا تجهر بصراتك أو لا تخافض بها أو ابتغي بين ذلك سليلا فيها أقوال كثيرة هناك أقوال كثيرة أولا بعض العلماء قال كان الرسول السلام يجهر ويجهر في القرآن في قراءته كان يقرأ في الكعبة فكان بيتفرق عنه الكفار ويفرقون الناس عنه فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخفض صودع لأن كان فيه بعض الناس بتحب تسترخ السمع وتسمع القرآن لأن القرآن فيه بلغة بلغة عظيمة جدا حتى الكفار أنفسهم يعني الكفار أنفسهم يعاهدون بعضهم البعض اللي يستمعوا إلى القرآن زي أبو صفيان وغيره ويعني يذهبون إلى بيت رسول الله عليه وسلم ليلا ساعتين صباحا ويسترخوا السمع وتصنطوا على القرآن من شدة بلغة القرآن واحدة وبعدين يخابلون بعضهم البعض ويلمون بعضهم البعض ويعاهدون بعضهم البعض اللي يفعلوا ذلك بعد الأرات الأخرى ثم يعودون في الليلة المقبلة لفعل نفس الفعل فطبعا الرسول الله عليه وسلم لما كان بيجهر بالقرآن الناس بتستمع و الناس بتتفرق الناس اللي بتتفرق فلما بيحصل تفرق بيزوبوا الناس أو بيعدوا الناس عن رسول صلى الله عليه وسلم فقال له لا تجهر بالقرآن عشان ما تستفزش الكفار ويتفرقوا عنك ويبعدوا الناس عندك وما تخافتش أو صوتك لأن في بعض الناس بتحول تسمع وانت بتقرأ وتسترق السمع واللي ربنا كتب له الهداية حيهتدي يعني اللي حيسمعك وهيهتدي فانت كده بتحرمه من الاستماع فما تعليه صوتك قوي وما توطيه صوتك قوي دي أحد الأقوال لما تقرأ ما تقرأ في الكعبة نتعلي صوتك قوي ولا توطي صوتك قوي عشان ما تعرضش العايز يسمع يسمع والعايز يأذي ويزوب الناس ما يقدرش يسي ويزوب الناس ده أحد الأقوال وقال أخيل أيضا إنها نزلت في سيدنا أباكر وسيدنا عمر سيدنا أباكر عمر سيدنا أباكر كان من عاداتي أنه يخفض صوته فكان إنه إنسان حصيف ولقيق سيدنا عمر بن خطاب كان جهور الصوت صوته عالي وقوي هو طبيعته كوي وعنده قوة شخصية وعنده قوة في الحق وعنده فالصوته عالي هو طبيعته كده سيدنا أباكر كان عنده رقة وصوته واطي فكان بيصلي بالليل فكان بيوطي صوته فرسول الله السلام قال له لماذا بتوطي صوتك كده قال له يا رسول الله أسمعت من ناجيت أسمعت من ناجيت أناجي ربي وقد سمع وقد علمها طالبي فقال له صلى الله عليه وسلم أحسنت يعني بعدين عد على سيدنا عمر قال له أنت بتعلي صوتك ليه قال له قال له يا رسول الله أطرد الشيطان وأقز النعسان حد من بيته نايم حد من بيته نايم حد من بيته فقال له أحسنت فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها وابتغي بين ذلك سبيل فلما نزلت الآية رح قال لسيدنا أباكر قال لي صوتك شوية وقال لي سيدنا عمر خفت صوتك شوية بعض علماء قالوا أنها نزلت في الجهر بالدعاء والدعاء والصلاة تصمى دعاء أو الدعاء يصمى صلاة فكان الناس من قبل البني تميم كان بعد ما رصعه السلام ينتهي من التشاهد الأخير كان يبيرفع صوتهم بالدعاء فيقول له اللهم ارزقنا إبلا وولدا فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاةك ولا تخافض بها ولا تجهر بدعائك ولا تخافض بها ورسول حسن قال في الحديث سيأتي أناسهم في آخر الزمان يعتدون في الدعاء يعني يعتدون في الدعاء يعني يعلوا صوتهم في الدعاء لم يجي ويدعو فيشوشوا على الناس فالرب الله سبحانه وتعالى قال في صوت الأعراف هذا يعني ولا تعتدوا ولا تفسدوا في الأرض فالرفع الصوت بالدعاء محرم شارعا إذا كان فيه هناك ناس بصلي أو ناس بتقرأ القرآن اللي يعتبر فيه تشويش فنزل قول الله سبحانه وتعالى فره نهى الرسول على السلام هؤلاء الناس إن هم يجهروا بالدعاء بعد السلام وبعض الناس وبعض العلماء قالوا ولا تجهر بصلاةك ولا تخافض بها كان بعض الناس يعني بيهجر بصلاةه عشان الناس يسمعوا تشوفوا مراءة ربما يكون منفقين أو ربما الناس اللي يدعاء في الإيمان وبعض الناس كان بتسر بالصلاة خشية إن هو يعني إيه يقال عليه إن هو بيرائي فنزل قول الله سبحانه وتعالى والله ترجع بصلاةك وتخافض بها يعني ما تعاليش صوتك قوي عشان تلفت نظر تلفت نظر الناس إليك وما توطيش صوتك قوي كأنك خايف للناس إن أنت ما بتعملش حاجة للغاية أنت بتصلي وقدم أنت نيتك سليم وعارف أن أنت بتصلي لله سبحانه وتعالى فما تصليش كأنك بتسرق ومتعمل حاجة فخليك معتدل لا تعالي صوتك قوي عشان كده ولو ما قالوا إيه فلا تحسن على نيتها ولا تسيء سريرتها ولا تسيء سريرتها يعني ما تعاليش صوتك قوي كأنك بتقول للناس تفرجوا عليها أنا بصلي وما توطيش صوتك قوي كأنك لص أو كأنك بتسخفي من الناس أنت ما بتفعلش شيء غلط فده أحد الأقول أيضا التي لا ترجع بصراتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل فوقاء السيدة عشان قالت أنها نزلت في الدعاء فبعض رؤلما قال نزلت في الدعاء قال بعض رؤلما أنها نزلت في الناس اللي بتعلي صوتها أو بتغطي صوتها في الصلاة أو أنها نزلت في سيدة أو باقر الصديق أو أنها نزلت في نزلت في سيدة أو باقر الصديق أو أنها نزلت في الناس اللي هي بتسب في القرآن فالربنا سبحانه وتعالى أمر الأمل المسلمين أنهم يستطيعوا في الصلاة في الوقت اللي بيكون الكفار فيه صحيحين عشان محدش يسب القرآن دي بعض دي الأقوال اللي جاءت في هذه الآية ولا ترجل بصلاةك ولا تخافض بها وابتغي بين ذلك يا سبيل قال معظماء قولا حسنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه كان من عادة أهل الكتاب عندما يصلون أن بعضهم كان بيخافض في الصلاة ويجي أثناء القراءة في حتة معايدة يروح معايدة صوتهم فالناس اللي وراه تروحي كمان معايدة صوتهم في زي ما الإمام بتاعهم بيعمل فالرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يعني يحب محاكاة أهل الكتاب يحب دائما مخالفة أهل الكتاب وأهل البدع وأهل الكفر فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا ترجل بصلاةك ولا تخافض بها يعني ما تعملش زي أهل الكتاب وتعلي صوتك وتجي في حتة معايدة وتروح معايدة زي ما بيعمل أهل الكتاب أي لا تحاكي أو لا تقلد أهل الكتاب في هذا فدي كل الأقوال اللي جاءت في تفسير قول الله لا تجرد بصلاةك ولا تخافض بها وابتغي بين ذلك سبيلا لا تنسوش الاشتراك في قناة وتفعيل الجرس اللي تساعدوني على الشرس النبوية أقولوا قولي هذا واستغفر الله ليونكم